ناقش مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية اليوم عددا من المواضيع الحيوية بالإضافة إلى عدد من القرارات الواردة من اللجان المجلس طالب بالمزيد من الصلاحيات في اللجنة التنسيقية التابعة لدائرة التخريط العمراني التفاصيل في سياق التقرير التالي شدد أعضاء مجلس بلدي المحرق على الضرورة أن يكون لأعضاء المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات من خلال اللجنة التنسيقية للتخطيط العمراني والمشكلة من قبل وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعض الحيان هنا المواضيع التي تحول من المجالس البلدية إلى التخطيط العمراني تأخذ وقتها فتشكيل اللجنة هذه رح تحل مشكلة تأخر المواضح هذه والبت في دراستها والبت في قراراتها اللغط الذي دار حول مسألة أن اللجنة هذه قانونية أو غير قانونية أو خلافة نحن نحتاج أن نحل مشكلتين أو نحل نكضتين نحتاج أن نعرف بالضبط آلية عمل اللجنة ما هي المواد إذا كانت موجودة لتداخلات مع صلاحية عمل المجالس البلدية هذه نحتاج أن نفهمها ونحتاج أن أحد من الأخوة في التخطيط العمراني شرح لنا آلية عمل اللجنة هذه هذه من جانب من جانب آخر نحتاج أن المواضيع التي تحول من المجالس البلدية تعطى الأولوية والاهتمام الأكبر في الاجتماعات هذه كما تمت الموافقة على حملة توعوية لحث أولياء أمور الطلبة على استخدام المواصلات العامة التي توفرها وزارة التربية والتعليم للحد من الإزدحامات المرورية وإيجاد بيئة آمنة لطلبة المدارس يكون هذه بعد من الباصات هذه يكون للفئات العمرية اللي هما الابتدائي والإعدادي والثنوي مثل ما كان نحن الآن عندنا في اللي هو الجامعة وهي طبعا هذه بحد لنا من الإزدحامات المرورية اليومية في طبعا المدارس خاصة يعني اللي يوصل أبناء يوميا هذه كذلك هذه بعد هو بيستفيد أنه بيلحق على عمله اليومي بانتظام من جانب آخر وضع المجلس عددا من التصورات لبعض المشاريع الفردية وناقش مدى جدواها من عدمه ونسبة تأثيرها على المنطقة كما ناقش آلية توزيع مصروفات المشاريع البلدية للمرحلة المقبلة خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر